اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أسعد الأوقاتكم بكل خير متابعين في الأردن نهار اليوم انخفضت درجات الحرارة بشكل ملموس وسادت أجواء أربعية معتدلة خلال ساعات النهار لكن كانت باردة نسبيا خلال ساعات الليل بسبب تأثر المملكة بكتلة هوائية معتدلة الحرارة يتوقع أن تستمر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية المعتدلة خلال اليومين القادمين على أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مجددا مع نهاية الأسبوع سؤال أقماص طنعية المرتقة خلال ساعة صباح الليل توضح خلوع عمو مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم منخفضة التي انتشرت خلال ساعات الصباح الباكر في عمو مناطق الشمالية الوسطى والمرتفعات الجنوبية هي بسبب تأثر المملكة بهذه الكتلة الهوائية المعتدلة الرطبة الخصائص هي التي عملت على تشكل هذه الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح الباكر تحدث أكثر حول درجات الحرارة المتوقعة خلال اليومين القادمين حيث توقع المملكة تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة يوم الأحد طقس ربيع معتدلة خلال ساعة النهار لكن خلال ساعة الليل تنخفض درجات الحرارة يتسوط طقس بارد نسبيا في أغلب المناطق يكون بارد في المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية تحديدا يستمر تأثير هذه الكتلة الهوائية المعتدلة للحرارة يوم الأثنين ليسود أيضا طقس ربيع معتدلة خلال ساعة النهار وبارد نسبيا خلال ساعة الليل على أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا مجددا اعتبارا من يوم الثلاثة مع تراجع تأثير هذه الكتلة الهوائية المعتدلة للحرارة والمزيد من الارتفاع المتوقع يوم الأربعاء لتصبح درجات الحرارة مجددا أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام نظم الآن العاصم عاما وتوقعات الجوية لهذه الليلة حتى السود أجواء مستقرة بشكل عام لكن باردة نسبيا 14 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم المنخفضة الملموس 14 درجة مئوية الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية معتدلة أسرع تفاصيل الحال الجوية المتوقعة للثالث أيام القادمة يوم الأثنين تبقى درجات حرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام تقصر بيع معتدل 24 درجة مئوية كحرارة عظمى ليلا 16 درجة مئوية لكن اعتبارا من يوم الثلاثة تبدأ تعود درجات الحرارة للارتفاع مجددا لتسجل 29 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 18 درجة مئوية وتواصل ارتفاعاتها يوم الأربعاء لتسجل 31 درجة مئوية كحرار عظمى أما الصغرى 20 درجة مئوية إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة